السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم النهاردة بقى ياولاد عن الكاربوهايدرات مش هفرق معنا اول اسم طيب اول حاجة احنا قلنا ان التعريف هيبقى سهل جدا معنا في كلهم لانهم اربع تعريفات مسترق الكاربوهايدرات دي عبارة عن جزيئات بيولوجية كبيرة الحج تسمى بوليمر تتكون من عدة من الجزيئات اصغر منها تسمى مونيمر تسمى بالسكريات الاحدية يبقى كل الكلام دي احنا عارفين كاربوهايدرات جزيئات كبيرة الحج مونيمر تتكون من عدد من اجزاء صغيرة اللي هي المونيمر تسمى السكريات الاحدية واخدنا المرة اللي فاتت ان الكاربوهايدرات هي المونيمر بتاعت السكريات الاحدية وتشمل الكاربوهايدرات السكريات والنشويات والاليان طيب الصيغة العامة بتاعتها CH2O BiN يعني ايه الكلام ده يعني هي بيها زر كربون واحدة وزرتين هيدروجين وزرت اكسوجين واحدة BiN برضو مش فيه هحاول اوضح لك اكتر بص لو انا لو فاكر زمان العلماء لو جينا على الجلوكوز هتلاقي ان هو بيتكون من 6 كربون و 12 هيدروجين و 6 اكسوجين فهما العلماء مش عاوزين يحفظوا كده فقالك احنا هنعمل اختصار BiN اللي معمولة قدامك دي ال N دي بطربموز يعني بالبلد كده لعدد زرات الكربون ودعفها بعدد زرات الهيدروجين وهي نفس عدد زرات الاكسوجين يعني لو كتب ال N دي 6 يبقى عندي 6 كربون عندي 12 هيدروجين لان 2 في 6 ب 12 وعندي دي نفترض ان هنا في 1 فا 1 في 6 ب 1 لان دي اختصار طيب تتكون هنا بقى ده الصيغة العامة الصيغة العامة تتكون من زر الكربون والزراتين هيدروجين واكسوجين فهدنسبة بقى 1 الى 2 الى 1 بتيجى في الاختيارات والصيغة العامة بيجى في الاختيارات لان انا هيبقى عندي فيه صيغة عامة لليبيدات وسيعمل الكربون وسيعمل البروتينات وسيعمل لحمود الامينة فانا عندي كذا واحدة فهو بيجى بالي في الاختيارات وتشمل السكريات والنشأ والالية يعني انا الصيغة العامة تيجى بعد كده الصيغة العامة بص CH2O by N طب ما الجلوكوس شايف فيه كم كربون واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة فانا بقى دلوقتي الان دي تبقى ايه ستة عشان لما اجي احسبها هتلاقوا ستة كربون نين في ستة باتناشر اتش هتلاقين واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسع عشر حداشر اتناشر فهم بقى بيوفروا بالصيغة العامة دي والن دي اختصار الكلام ده ان انا بكتب CH2O وراء عامل الن دي اكتب مكانها ستة طب اهمية الكربوهيدرات ايه احنا بنستفاد فيها ايه في الكائنات الحقيقة الكربوهيدرات مهمة في الحصول على الطاقة تعتبر الكربوهيدرات من المصادر الاساسية والسريعة للحصول على الطاقة يعني انا مثلا لو انا مش قادر باكل شوية بسكر بشرب ما بسكر بلايني عندي طاقة الكربوهيدرات الزيادة طب انا اخذت مثلا نصحة الصبح فطرت عسل وفطير وكلام ده كل الكربوهيدرات دي اترفين تستخدم الكربوهيدرات للتخزين في صورة طاقة في الكائنات الحي ففي النبات بسكر 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 في الكربوهيدرات في صورة نشا تمام وفي جسم الانسان تستخدم في صورة جيلايكوجين حيوان فعشان كده ممكن يجي سؤال يقولك ايه هي الجيلايكوجين النباتي اذا طبق اوها وكان نفسد في لرواح ملب protest فاولة حاجeka عالة وايه هيciesة ك؟ ما هيعمية الكربوهيدرات في صورة طاقة وفي الشيوان يعني Helsinki في صورة جيلايكوجين فقلا ما هي اله ہو الجيلايكوجين النباتي 23 انسان عاني دائس يعني لو تجد جليكوجين نباتي المهم بتبعرف انه مين الكربوهايدرات طب ايه هو النشا الحيواني هو برضو الكربوهايدرات طب الكربوهايدرات وبناء الخلايا يقولك الكربوهايدرات مكون اساسي يدخل في بعض اجزاء الخلية زي السليلوز في جدار الخلايا النبات وتوجب ايضا في عشية الخلايا في بروتو بلازم الخلايا يعني انا عندي السليلوز ده القرض موجود في جدار الخلايا النباتية هيتكون من كربوهايدرات و عندي الاخشية الخلوية بارده متكونة من كربوهايدرات والبروتو بلازمilla بتاع الخلايا متكون من كربوهايدرات طيب ايبقى هم sto الكربوهايدرات مصدر التقم بتخيزن في تصورة التقم الكربوهايدراتات بستخدم في بناء الخلايا و الاخشية الخلاوية والبروتو بلازمي تتعرقه لها الكرباهيدرات تأعيصها تصنيف لبسيطة ومعقدة البسيطة ينقسم البسيطة وبعد ان تقسم بسكريات واحدية والثناعية و المعقدة هي سكريات عديدة الفيديو العام بالالتوقد ستعرف لما أعرف اهي هيا البسيطة والمعقدة وبعد كده اخش على الوحدية والصناعية اخش عليهم واحدة واحدة لان لو اعطت تديك الشكل ده حاول انت الشكل ده تنقله دلوقتي في كشفور وقف الفيديو ونقله هو هيفيدك جدا لكن هو كشكل دلوقتي مالوش لازم طيب برضو دي مش هاد طيب الكربوهيدرا قلنا السكريات البسيطة والمؤقتة بينما سيقولك اولا السكريات البسيطة دي طعمها حلما زي السكر السكر Technology المعقدة اولا ملهاش تعم مثل النشا الزوبان في الماء السكريات البسيطة تزوب في الماء اما النشا يزوب في الماء يعلق الوزن الجزئي لها وزن جزئي من قفض اما المعقدة لها وزن الجزئي مرتفع هو يعنيه الوزن الجزئي الوزن الجزئي لما فاكر لما كنا نيجي نكتب مثلا عنصر معين نكتب عليه الكتلة والعدد الزري والعدد الكتلة والعدد الكتلة اللي ده الوزن جزيه فهي بص السكريات البسيطة هي هتلاقي عددها اصلا قليل فبالتالي هي وزنها الجزيئي قليل يعني هنفهمها اكتر قدام شوية لان هنلاقي الانواع بتاعت السكريات البسيطة دي احادية وسنائية اما المعقدة دي ليس لانواع اما البسيطة اللي هي احادية وسنائية يعني بيتكورة من واحدة او اثنين من التركيب البسيط خلص بتاعها وارضو دي شرحها اقضى بعض الامثلة زي الجلوكوز والسكروز الامثلة دي حفظه مهمة جدا الجلوكوز والسكروز اما السكريات المعقدة امثلة نيشا جلايكوجين السليلوز وكل من هما يتكون من جزئيات جلوكوز اما لو بيقل ايه النشا يتكون من نعط من جزئيات من الجلوكوز هو دي الفكرة ان انا لو عندي السكريات البسيطة دي جلوكوزة واحدة لا ده هنا اكتر من واحدة من الجلوكوز عشان كده وزنها الجزئية عالي جدا لان هي اكتر من واحدة ايبو هكذا الجلايكوجين والسليلوز اهو بص يعني انا هو عندي سكر احادي جلوكوز المعقدة بقى بتتكون من اكتر من واحدة دي سكريات معقدة بص واحدة اثنين تلاحية اربعة كل دي سكريات واحدة جلوكوزة فبالتالي بتبقى لها وزن جزئي عالي بتدبش في المية بتتبقى معلقة بتبقى طعمها مش حلو طب نأمل مقارنة دلوقتي بين السكريات الاحدية وسكريات وسنائية مش السكريات بقى البسيطة او المعقدة لا انا رحت على البسيطة فيه تحتها دين الاحادية واحدية واحده تتكون من جزئ واحد فقط وتكون سلسلة من الزرات الكربون من 3 ل 6 زر الكربون يعني الاحادية دي احباره عن جزئ واحد فقط وتكون من عدد من زرات الكربون اللي هما من 3 لستة يقول لي ازاي هو جزء واحد وثلاث لستة زرارات كربون زاي الشكل الجميلة واحد اتنين تلات اربعة خمسة ست دا سكر احادي هو مكاوم من جزء واحد وستة زرارات كربون ومنكن يبقى ثلاث زي الجلوكوز الفراكتوز الجالاكتوز الرايكوز الجلوكوز بيقوله على سكر العنب اشان كده لو واحد دائقه انا ممكن لا تدلوهش الجلوكوز انا ممكن أددلوه العنبتين مش شفرت دايما الجلوكوز والجلوكوز اللي بستعدمه دايما ده خطر طيب الفاركتوز ده سكر الفواكه الجالكتوز قالوش اسم يعني الريبوز هو سكر خميسي السكريات السنائية دي بقى تتكون من اتحاد اتنين من السكريات الاحدية يعني الكلام ده من اسمها سنائية احدى واحدى واحدى احطى معلوبة فما لما حطوا الجلوكوز على الجلوكوز الداني الملتوز وده سكر الشعية اما لما حطوا الجلوكوز على الجالكتوز الجاني الداني الاكتوز وهو سكر الليبل اما لما حطوا الجلوكوز على الفاركتوز عندلم السكر قصب وده السكروز واحدى يقول ده الموضوع معقد وغريب ومش عارف ايه بل вами الموضوع ده يقول انه هو د Randall في الدرس ليه؟ يجد عزٍ في the MSQ ا اف الاختيارات الجلوكوز مع الجلوكوز تقول له الملتوز جلوكوز مع الجلكتوز ج tanks total جلوكوز مع فراكتوز وهو عاوز سكروز يقول لك مثلا ايه ايه هو سكر الشعير تقول له الملتوز يقول لك ايه هو سكر الفاجئ تقول له الفراكتوز بص بيجي فيه مكمية اسئلة رهيبة يجد لك الامساء في الاختيارات كل الاختيارات دي ويقول لك طلعلي المختلف يكون هنا كتب لك النشا النشا مختلف عن كل دول ليه؟ لان النشا هو معقد مختلف عن الأحادي والثنائي ليه؟ لا الوحادي مختلف عن السنائي بس الاثنين يندرجوا تحت السكريات البسيطة لما تضع منهم واحد النشا مختلف عنه خالص في التصنيف تحت السكريات المعقدة يعني بص هذا الاختيار ده كده لما يجي يجيبني في الاختيارات جلوكوز فراكتوز رايبوز سكروز جلايكوجين لان جلايكوجين ده معقد اما دول ا اختلفين عن بعض الاثنين تحت البسيطة طيب نرجع تاني ده صفحة لماذا لازمها؟ يجي سؤال بقى على تعد السكريات الأحادية ابسط أنواع السكريات ليه؟ لأنها تتكون من جزء واحد فقط تتكون من سلسلة من ايه؟ من ضررات الكربون طيب عماران ثلاثة ستة وارطبط بقى ايه؟ كل من هما الاكسجين والهيدروزين بطريقة معادلة مش مهمة علينا لطريقة طيب فس السكريات الأحادية دوراً هامة في عملية انتاج الطاقة داخل خلايا الكائنات الحية ليه؟ السكريات الأحادية مهمة في عملية انتاج الطاقة داخل خلايا الكائنات الحية لإستخدام الطاقة المختزلة فيه لإتمام جميع العمليات الحيوية ايه؟ الكلام ده؟ الكلام ده بقى بص عاوز فيه يعني ايه عاوز فيه؟ يعني انا دلوقتي سكر الجلوكوز اللي بيخش داخل خلايا المتكوندرية بيتأكسد يعني ايه؟ بيتأكسد بيتكسر طب تعنا اتفرج عليه؟ ده بص مش مهم عليك الكلام ده كله انت المهم تخيل ان ده انا افترض ده الجلوكوز دخل جوه المتكوندرية اتكسر كده هو ده الأكسدة الناس دعوا بالحاجات اللي بيديها دي هو المهم في النهاية بيديني ATB ودي وحدة الطاقة جوا خلايا الكائنات الحية دي بقى بتروح لأماكن مختلفة في الجسم تخليها ايه؟ تخليها تعمل لإتمام جميع العمليات الحيوية وهو ده اللي احنا عاوزين اقول الATB اللي استنتقل لأماكن أخرى في الخلايا لإستخدام الطاقة المختزلة بها لإتمام جميع العمليات الحيوية يبقى كده انا فهمت ان السكر الجولوكوز داخل الخلايا في الموتوكندرية بينطلق منه الطاقة المختزلة في الروابط الكيميائي بتاعته الموجودة في شكل ATB وده بيروح للاستخدامه في الطاقة لأماكن أخرى في الخلايا لإستخدام الطاقة المختزلة فيه لإتمام جميع العمليات الحيوية في الخلايا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر